جريدة تولد حتى تحيى زمنا طويلا وطويلا جدا على هذا النحو أريد لجريدة الزمان أن تبقى بأبواب مشرعة أمام القرء العربي وكأنها روح تتنفس كلمات ملؤها صدق المعلومات وحقيقتها وكمالها وقوة التوصيف والتشخيص لأحداث مرت بها المعمورة وما زالت تشهدها بين الحين والآخرة تأسست في لندن يوم العاشر من نيسان عام 1997 بطبعة دولية شملت بلدان الشرق الأوسط والمغرب العربي وبعد التاسع من نيسان سنة 2003 صدرت بطبعة البصرة ثم طبعة بغداد وكانت أول جريدة عراقية مستقلة تصدر في الوضع السياسي الجديد تم دمج طبعتين جريدة الزمان بطبعة واحدة سميت طبعة العراق وصدرت إلى جانبها جريدة الزمان الرياضي فضلا عن إصداراتها اللندنية بمجلد ألفية الثقافي وعدد من الكتب والموسعات وما زالت مستمرة بطبعة ورقية ونسخة إلكترونية يأتي ذلك فيما كانت جريدة الزمان أول مطبوعة محلية تلجأ إلى تقنية الأونلاين في إصدار أعدادها اليومية معتمدة أربع صفحات وهي آخذة بالتصاعد إلى 12 صفحة وهذه تجربة غير مسبوقة تطلبت توزيع محتوى الصفحات بين المصممين حتى في منازلهم فضلا عن وصول مواد أخرى للنشر من المركز الرئيس للجريدة في لندن أمام هذا الصرح الصحفي الأريقة يقول سعد البزاز أنه في كل الأزمنة سيبقى هناك من يجلس على الأريكة ومقاعد القطارات وفي زوايا المقاهي ليغطي رأسه بجريدة فلا ترى إلا بعض أطراف أصابعه لتخمن من يجلس خلفها وقد غدت مثل ستائر تعزله عن الضوضاء والثرثرة والنميمة جريدة الزمانة تولد حتى تحيى زمنا طويلا وطويلا جدا فهي لا تقترن بحاجة ضرفية عابرة وليست من مخاضي الأحلام القتيلة فلم يبقى للصحافة إلا أن تكون صحافة مشيرا إلى سقوط ما وصفها بجرائد الأيديوليجية وأوراق الشعارات ونزل معتل المنابر لتبقى الحاجة إلى المعلومات الصحيحة التي لا تتحرج في الظهور شرعية الفكرة ونزعتها في الاجتهاد تتكون من المعلومات الصحيحة فإذا كان هناك من طموح لجريدة الزمان فهو أن تكون صحافة معلومات قبل أن تكون صحافة تنظير واستطراد ودوران في الأحراش لأن القارئ العربي أدخم بما يكفي من النظريات والافتراضات وما زال متعطشا للمعلومات صحيحة وكاملة رئيس تحرير جريدة الزمان طبعة الإراق الدكتور أحمد عبد المجيد من جانبه جدد التأكيد بأن جريدة الزمان تعتمد معايير الكفاءة المهنية في التوظيف باعتباره تحديا مستطردا بالقول إذا كنت تخطط لعام واحد فازرع الأرز وإذا كنت تخطط لعشرة أعوام فازرع شجرة أما إذا كنت تخطط لمئة عام فقم بتربية أبنائك فكان جميع العاملين في الزمان أبنائه هذا واحتفت جريدة الزمان بصدور عددها رقم ثمانية آلاف متخطيا حاجز العشرة ملايين قارة يطالعها رقميا في قفزة جديدة سجلها موقعها الإلكتروني لتوثق عدد مطالعة بلغ عشرة ملايين وثمانية وعشرين ألفا وستمائة وأربعة قراء حتى ساعة إعداد هذا التقرير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر